بسم الله الرحمن الرحيم حكم حول معرفة عيب النفس للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام قال عليه السلام المنقوص مستور عنه عيبه وقال عليه السلام اشتغالك بمعايب نفسك يكفيك العار وقال عليه السلام إياك أن تستكبر من معصية غيرك ما تستصغره من نفسك أو تستكثر من طاعتك ما تستقله من غيرك وقال عليه السلام أبصر الناس من أبصر عيوبه وأقلع عن ذنوبه وقال عليه السلام أفضل الناس من شغلته معايبه عن عيوب الناس وقال عليه السلام عجبت لمن ينكر عيوب الناس ونفسه أكثر شيء معابا ولا يبصرها وقال عليه السلام عجبت لمن يصف بالخير الذي يعلم أنه ليس فيه كيف يرضى وقال عليه السلام وقال عليه السلام كيف يصلح غيره من لا يصلح نفسه وقال عليه السلام وقال عليه السلام كفى بالمرء كيسا أن يعرف معايبه ويقتصد في مطالبه وقال عليه السلام كفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس وقال عليه السلام وقال عليه السلام ليكفى من علم منكم عن عيب غيره ما يعرف من عيب نفسه وقال عليه السلام من طلب عيبا وجدخ وقال عليه السلام من علم ما فيه سترى على أخيه وقال عليه السلام من أبصر عيب نفسه لم يعب أحدا وقال عليه السلام من بحث عن عيوب الناس فليبدأ بنفسه وقال عليه السلام من أبصر زلته صغرت عنده زلة غيره وقال عليه السلام من عمي عن زلته استعظم زلة غيره وقال عليه السلام من شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات وقال عليه السلام من غش نفسه كان أغش لغيره وقال عليه السلام من أشد عيوب المرء أن تخفى عليه عيوبه وقال عليه السلام من حق اللبيب أن يعد سؤى عمله وقبح سيرته من شقاوة جده ونحسه وقال عليه السلام معرفة المرء بعيوبه أنفع المعارف وقال عليه السلام لا تعب غيرك بما يأتيه ولا تعاقب غيرك بذنب ترخص لنفسك فيه وقال عليه السلام من أنف من عمله اضطره ذلك إلى عمل خير منه وقال عليه السلام من كمال الإنسان ووفور فضله استشعاره بنفسه النقصان موسيقى اشتركوا في القناة